اشتركوا في القناة التالي ديني كون ورجعت لكم فيديو جديد ده يكون فيديو مشترياتي من معرض الكتاب وكلها تكون الكتب اللي اشتريتها من معرض الكتاب نفسه كنت عايزة اعمل فيديو مجمع كتب معرض الكتاب وكتب الشيطة من شير بلوسم بوكس بس اصور ده بعد معرض الكتاب عطول ولسه ما جابتش الكتب من شير بلوسم فده هيكون كل الكتب جبتها من معرض كلها عربي معادة كم حاجة جبتهم من الجامعة الامريكية فدولو الانجليزي بس كل دي الكتب العربي وهي ممكن يكون اكتر شوية بس دي الوقت الوحيد اللي باشتري في الكتب العربية تقريبا طول السنة وكمان كان في دخفضات لطيفة في معرض الكتاب على بعض الحاجات انا كتشفتها وانا هناك وللاسف في منها حاجات جبتها في اخر يوم فما حدش انبهكم للدخفضات بس هقول لكم عليها عشان يستعدنا للمعرض الكتاب الجايد انا يا جماعة من دلوقتي حسب دور النشر ما جبتش من دون نشر كتير جدا الصراحة ما كنتش راح ابقى امام معينة يعني نوعا ما كان عندي بعض الكتب اللي انا عارفة ان انا عايز اجيبها نوعا ما مع بعض الترشيحات بالذات ترشيحات آية من قناة زيوت الدهشة يعني ختمنا بعض الترشيحات لكن انا في المجمل كنت راحة بعض الكتب اللي انا كنت اجيبها بس هانا فاتتوا من الحاجة اجيبها او بعض الحاجات اللي عارفة انها نوعا ماها تعجبني مهم ما هنبدأ واول دور نشر هتكلم عنها هي الكتب خان اول حاج بتاني الكتب خان هي مجموعة الكتب الصغيرة دي كنت جايبة منهم اتنين هما كيف تلتقموا تقريبا كيف تتذكر او حاجة فاجبت المجموعة دي اللي هو كيف ترى وكيف تختفي وكيف تعرف وكيف تحب هم تجميع حاجات مختلفة من بين العربي وانجليزي منها حاجات مترجمة منها حاجات مكتوب العربي اعتقد انها مجرد كتابات قصيرة جدا نسرية بتكامع موضوع معين اه بفكر ان انا اضمهم على الاتنين تانية جايبةهم كده عندي ستة واراهم في فلوج لوحدهم او حاجة لانا حاس ان هم اه زي افكار عميقة مكسفة ومن كتب خان برضو جبت اه فرناندو بيسو مدهوش ابدا مختارات نسرية معرفش انه كتير وعارف ان هو له مختارات تانية مترجمة تابعة كتب خان بزي شدتني اردت اول فقرة فيها وعجبتني فقط ان اعجيبها انا معرفش انه كتير اه حتى ما اردتش الفرناندو اللي هو شاعر وناثر برتغالي ما ارد له شاي حاجة قبل كده فدي هتكون اول قراءة ليه ليه وبعد كده من الكتب خان بحاول ان انا كل سنة اجيب حاجة لعادل عسمة لواحد من كتب المصري المفضلين فجيبت له مخاوف نهاية العمر ودي مجموعة قصصية ما عرفش انها كتير اه غير ان هو مكتوبة باسلوب اه عادل عسمة المعتاد يعني فهو هنا بيتكلم عن بيتكلم عن شخصيات مختلفة وكلها شخصيات مصرية وعطاها كان قصة قصة كلها بالظروف المدينة طنطل اللي هو المكان مفضل عنده للكتابة وجبت له حاجة تانية وهي من اشهر رواياته بس انا اسم معرفش اللي هي الوصاية اه انا كنت بدأت له بحكاية يوسف تدريس بس كل الناس كانوا بدأوا معاه تقريبا بالوصاية فقررت ان انا اخيلا اجيب الرواية بتاعته اللي هي الاشهر تقريبا كانت تقريبا في القائمة القصيرة لجازد بوكر العربية فمتحمسة جدا جدا ان انا اقراله كمان اه بعد كده رحت لدار اثر وجبت منها مجموعة الكتب دي اه اول كتابين دول كان من ترشحات ايا فلما اتكلمت عنهم عجبوني وروحت جبتهم اول واحد اللي هو حرق الكتب حرق الكتب لخالد السعيد اللي هو تاريخ اتلاف الكتب والمكتبات انا بحب اي كتاب بتكلم عن الكتب فده المسير فيه ان هو فصول قصيرة جدا في كل فصل بتكلم عن قصة او حكاية ما لناس احرقوا الكتب او اتلافوا الكتب بطريقة ما ام لسبب اولو اخر ساعات اسباب سئسية اسباب دينية ام احباط من المجتمعات وكلها الفصول قصيرة جدا الفصول حوالي صفحة او صفحتين وبيتكلم عن حوادس مختلفة لاحراق الكتب فانا مهتمة جدا بالفكرة دي كتاب تاني بيتكلم بعضه عن الكتب وعجبني لما اية كلمت عنه هو العالم المكتوب اه تأثير القصص في تشكيل البشر والتاريخ والحضرات لمارتون بوكنر وترجمة نوف الميموني وده بياخد قصة الادب نفسه من خلال ستاشر عمل ستاشر عمل ادبي بداية من هوميروس لهاري بوتر وهكاية جينجي ودونكي شوت وتبانش شوية وغيرهم فتقريبا بياخد تاريخ الادب خلال حداشر عمل مؤسرين في عالم الادب كتاب كبير شوية بس انا متحمسة جدا لفكرته حاجة دانية من اثر كانت الكتاب ده كنت اسمعت عنه بس ما اشتريدوشها بلا كده واصدقاء اللي كنتم معه في المعد نبهوني للكتاب ده قلوين هو حالو فقلعة الانمي لطارق الخواجي انا طبعا بحب الانمي وما كنتم شفتها كده اذا كان الكتاب ده هيدفل جديد ولا لا بس حاسات ان هو مش بنشوف كتب عربية كتيرة من كتب عرب بيتكلموا عن الانمي اغلب الكتب اللي تكون متخصصة شوية في الانمي بتكون من كتب اجانب فقراتنا اشوف الكتب ده من وجهة نظر عربية بيتكلم عن الانمي ازاي فهنا اعتقد يعني اعتبر مدخل كويس لما اعرفش كتير عن الانمي والتكبر بتاعه جميل جدا ففعلا من الكتاب بالتكلم عن الانمي واخر الكتاب هنا هو كتاب مترجم اللي هو طائر اسرطائر وبعض التعاليم حول الكتابة والحياة اللي ان لاموت وترجمة ايمان معروف الكتاب ده اعتقد معروف بانه كتاب مهم لمحبي الكتابة او للكتاب المبتدئين واحد من الكتب اللي بتترشح كتير جدا للناس اللي عايزين يكتبوا فانا بحب اجمع كتب عن الكتابة وعن الكتب وممكن تكون يعني حاجة مشجعة لي ان ارجع اكتب تاني اعتقدت الى كتابين بس وصراحة مش عارفة هيكون موقف من لهم ايه هيكونوا معاملين بشكل مدروس حلو لا اعجبوا اول واحد هو الارض بعض طوفان نوح لي شريف سامي وهو صيرة ابناء نوح وسام وحام ويافثوا عن ماذا حدث لهم وكيفة الشكلات الارض الحالية الكتاب ده الفكرة السيام انه هو بياخد قصة سيدنا نوح والسفينة بتاعته بيجمع كل ما تذكر عن الطوفان وعن اللي حصل في الاساطير والاديان المختلفة فكرة شيقة اقصى ان انا ما عرفش كتير عنها غير المنظور بتاعه في الاسلام فعايز اشوف سواء اساطير تانية تعاملت مع فكرة الطوفان ازاي او الديانات التانية فطبعا ده في السياق انها بحب الكتب بتاعت اللي بتتناول افكار مختلفة او حاجات دينية مختلفة الكتاب التاني اللي جيبتم من دون هو الادب الروسي شخصية وتاريخ وضوار لدكتور محمد نصري ديني الجبالي انا حاليا ماشي انها بحاول اقرأ اكتر لتلستوي يعني في خطوط انها اقرأ كل عمال تلستوي في النادي بتاعي اللي هو انا عاملها تلستوي دو ديكنز فا يعني تلستوي واحد من الكتاب الروسيين اللي متكلم عنهم في الكتاب ده اعتقد بيتكلم اكتر عن الادب الروسي بشكل عام المدارس بتاعته محيته والمواضيع اللي بينقشها واساليبه واشهر كتابه وغير كده فنقامل ان هو يكون يعني الكتاب في دراسة كتيرة لانها مهتمة نعرف كتا عن الادب الروسي بعد كده روحت الادب الروسيين وقبت منها ثلاث كتب وكلهم مجموعات خصية فده كان لطيف جدا اول واحد جبت بالصدفة والمواعيد لحسن فخر ما عرفش عنها كتير بس شفت ناس كتير بشكروا في المجموعات القصصية دي فقد انا اجربها وقصونا ما عنديش مجموعات قصصية كتير عربي كمان فيعني الثلاث كتب اللي جبتهم من العين كلهم مجموعات قصية فسعيدة بدأ اولا قد ان هو بيتكلم عن حكايات عادية اكتر من ثلاثين قصة قصة عن المهمشين والخارجين عن مركزيات المجتمع فمهتمة جدا انها اقراء والمجموعات التانية اللي جبتهم هم مجموعات السيدات اول واحدة ست زباية للصلاة لاميرة بدوية كانت اسمتها كتير عن الكتاب ده فقاة النقراء ام معاشا انها كتير بس حاسة من اسلوبها شوية ان هو شبيه باسلوب الخرافات والحكايات الشعبية شوية ومجموعات قصية تانية اللي جبتها اللي هي رؤى مدينة مقدسة لاميمة صبحي برضو ما عرفش عنها كتير بس المكتوب ورا هنا انها بتنطلق من احداث عادية لتصل بها الى اشد احوال غرابة فعطاقة ان ممكن يكون فيها عنصر فتازي شوية مش متأكدة بس متحمسة جدا انها اراها بعد كده من دار نون للنشر جبت منها كتاب واحد وانا كنت من الكتب اللي انا راح عايز اجيبها لانها كان عاجبني كتابها اللي قررته قبل كده فجبت كتاب طوحة الصلاحة الجديد اللي هو السلاحة في الاتشرة بالوحدة اي صراحة عنوينها واغلفت كتبها دايما بتعجبني انا سعى احنا ما عارش اي حاجة عن الكتاب ده غير ان هو كتبها جديد رواية قصيرة شوية بس المكتوب هنا وراه كل مننا يتعامل مع الفقد بطريقته بعضنا يتناسى وبعضنا ينهار وهناك من يغرق نفسه في الدراسة والعمل لكن رؤى قررت ان تهرب الى دولاب ابيها يوم موفاته تراقب العالم الذي يصر على الاستمرار بعد رحيل اغلى احبائها وهو يلفظها ويعري كل مساوئها ويطالبها ان تخرج لمواجهة كل ما هربت منه وتخرج لمواجهة وحدتها فاعتقد ان هو هيكون كتاب حزين شوية بعد كده رحت دار تكوين والصراحة جبت منها كتب كتيرة وده رحت لها تريبا في اخر يوم في المعرض جبت منها الحاجات دي الصراحة انا تكوين مش عارفة اين هو الخصم اللي كانوا عاملينه بس خدت بالي لما فتحت موقعهم اللي هو هم تكوين دار كويتية ففتحت لقيت حسيت شوية لما كانت الاسعار حاس انه ما كان عامليه خصم 50% او حاجة بس كان عامليه خصم محترم يعني فهوريكم كل الكتب التي جبتها من تكوين اعتقد اكبر مجموعة كتب جبتها من دار واحدة اول واحدة جبتها هي اساتير اسكندنافية لنيل جيمين ترجمة محمد احمد جمال الكتب ده كنت عايزة اجيبه من فترة وكل شوية تيجي فرصة انا اجيبه ما اجيبهش فاخيرا انتظرت منه ترجمة عربية فقط انا اجربه بترجمة عربي انا حليا بجمع كتب نيل جيمين مش متأكد اذا كان الكتب ده هيصدر بالطبع لان انا بجمعها ولا لا واستراحة عجبتني بترجمة محمد احمد جمال اريتلو افطار الابطال وعجبتني فقلت ان انا اجرب اسلوبه في ترجمة الميثولوجيا وزي ما بين عنوان ده ميثولوجيا اسكندنافية والنورس ميثولوجي مش مش حاجة بنشوفها كتير في كتب الميثولوجيا كتير اللي عندي يعني تقريبا عندي كتاب واحد في الاخر هنا هو عن النورس بس طبعا اغلب كتب الميثولوجيا بتكون اغرقية وما شابه فده هيكون مدخل لطيف للعالم ده بعد كده جابت طبعا كتاب واحد من كتب المفضلة اللي هو صاحب الزلة الطويل لي جين ويبستر وترجمة بوسينا الابراهيم انا بحب الكتاب ده جدا جدا وقريته من زبان قوي بس ما كانش عندي نسخة ورقية فقالتين اجيبه وطبعا عارفين ان هو سلسلة الرسائل اللي كتبتها جودي ابوت لي صاحب الزلة الطويل بعد ما بيخراجها من الملجأ اللي هي فيه بيبعثها انها تدرس وما كنتش عارفة يعني لحد وقت قريب ما كنتش عارفة ان ليها جزء تاني وهو الجزء ده اللي هو اسمه عدوي اللدود فده هتكون اول مرة اقراه هو برضو جين ويبستر طبعا ترجمة ابوتاني ابراهيم هو الجزء التاني ومش عايزة اتكلم عنه كتير هو بس من وجهة نظر شخصية تانية مقربة لجودي مش من وجهة نظر جودي نفسها بس بعد احداث صاحب الزلة الطويل مهتمة جدا جدا انا اقراه اللي اتنين دول تاني عشان انا فعلا بحب الكتاب ده وبحب الانيمي ده جدا وبذكر الانيمي الكفر ده جميل جدا هو صراحة لسبب خلاني اجيبي الكتاب ده بالترجمة هو قلعة هاول المتحركة لديانا وين جونز وترجمة ابوتاني ابراهيم باردو وصنعا مش بحتاجة تكلم عنه كتير ده الكتاب المستوحى من واحد من افلام ستوديو جيبلي المشهور قوي هاولز موفين كاسل ده واحد من افلام للمفضلية ستوديو جيبلي اذا لست رأيتش كل افلام ستوديو جيبلي وصراحة انها اقراه الرواية دي وبعد انا اتفرجع فيلمي ثاني الصراحة رواية اطول شوية ممكنة متوقعة انا معرفش انها ريفت انها رواية متاخرة شوية بعد تجد الفيلم فعلا فعلا متحمسة اقراه الرواية ده جدا بعد كده من تكوين برضو كل ده من تكوين جبت رسال سيلفيا بلاث الكتاب ده كنت عايز اجيبه من السنة اللي فاتته ومجادش فرصة ان انا اجيبه بلغف حاسا التكوين ما كانوش موجودين مرة اللي فاتت مش متأكد من المعلومة دي بس كنت عايز اجيبه الكتاب ده وكتاب طويل شوية بس دي رسالة سيلفيا بلاث من اف سمية تلاتة وستين لأف سمية واربعين ترجمة فاطمة نعيمي ومهتم ان انا اقراها يعني حاسا ان انا هقرد بالجار او نقوز الزجاجي تاني ممكن اقراها كمان بالانجليزي وبعد كده اقرا رسالة بتاعتي عشان اه فكرة مكثفة اكتر عن حياة سيلفيا بلاث واخر كتاب جبته من تكوين هو اه كتاب البطل بالف وجه لجوزيف كامبري وترجمة محمد احمد جمال برضو الكتاب تشديني فيه فكرة ان هو تقيم بيتتبع فكرة البطل او رحلة البطل في اساطير مختلفة على حسب اللي انا فهمته من الكتاب ده ان هو بيتتبع فكرة رحلة البطل بس الفكرة ان هو كتاب مفروض اكاديمي بس مكتوب بطريقة مشوقة شوية بعد كده الدر الامل الاخيرة هي المحروسة وجبت منها اه خمس كتب والصراحة يعني كلها اختيارات غريبة علي شوية بس قررت ان انا عايزة اختار حاجات مش مقلوفة بالنسبة لي اه اول حاجة اه جبت اتنين جرافيك نوفل وثلاث كتب فاول كتاب جبته هو تلاوات المحو اه ثلاث دهشيات لحياة اخيرة دي رواية لمصطفى مونير انا معرفش عنها اي حاجة معرفش كاتب معرفش رواية معرفش اي حاجة عنها خالص بس شديني العنوان وشديني غلاية وبعد كده شديني الكلام اللي وراء اه دورت عليها لقات انها ديستوبيا دينية انا بشوفش ديستوبيا كتيرة دينية كمان بالذات يعني الكلام بتاعها فكرني شوية انها شبه عطارة لمحمد ربيع فقررت ان انا عايز اجربها فده كل اللي عرفوا عنها حاجة تانية شدتني جدا اه هي مجموعة قصصية دي اللي هي شموع الجثة وقصص اخرى لقصفي فوبك الاسم صعب شوي بترجمها عن يابانية ماهر الشربيني اه دي قصص يابانية اه بس اللي شديني فيها المقطع اللي كان مكتوب وراء هنا وحسيت انه هو كئيب جدا جدا اه طبعا معروف ان الكتابات اليابانية كئيبة جدا يعني بتذكر كتاب يوكيو ميشيما اللي اريتو كان بائس قوي يعني كتابات اليابانية بائسة فحسيت ان ده هتماشى مع الطابة انا واخر كتاب جيتوا من عندهم هو حكاية الاجداد حكاية الشعبية لسكان امريكا الاصليين اه ترجمة جانا عادل اه مش بلاقي كتب كتيره عن الاساطير الاساطير الشعبية لسكان امريكا الاصليين اللي هم نديف امريكانز في مقارات ان انا هتبقى مجموعة لطيفة من اراها فكلها اعتقد اساطير مختلفة اه السيضن والسلحفاء المرأة التي عاشت مع السعبين السمكة الكبيرة وحاجات مختلفة من اساطير فانه مهتم جدا انها اراها بعد كده جبت كتابين جرافيك نوفلز او الواحد فيهم هو الغول اه ده الانكي بلال وترجمة تقريبا الدكتور انور مويس ودي جرافيك نوفل معرفش عنها كتير بس اعرف انها بتتكلم عن تجربة قليمة مرتبطة بالحرب المدمرة التي المت بيوغوسلافيا في تسعين عام تقالى الماضي فبتاخد الاحداث الحقيقية دي وعمل منها قصة ساي فاي ديستوبيا شوية اه اعتقد القصة من جوه دموية اوي فاني ده خدت بالي منه هناك وحنا من جابها ان فيها مشاهد دموية كتير فانتولو متحبوش حاجة دموية ما رشحاش جدا والحاجة التانية اللي جبناها هي طبعا اول ترجمة ليا بس الاسف الطبعا النسخة اللينا اجابتها مش حلوة زعلان اوي ان انا فعلا انا اللي اخترتها بنفسي اه فيها مشكلة هنا في الغلاف بس مش مشكلة لايقى على الجو العام هي فيفورفينتتا اه لالن مور وطبعا معروفة قصة فيفورفينتتا اللي هتكلم عن اه احداثها بالدور في انجلترا مستقبلية شوية سلمت نفسها لالفاشية وطبع بطنة هنا هو بيحاول التمرد على النظام اه مهتمة جدا جدا انا اراها لان انا شفت الفيلم اه بس ما كنتش قريت القصة مصورة فها تكون التجربة قطيفة خصوص انها قديمة فمش بتأكدها الصراحة اعرف اصلا لا فسعيد انا عرفت الاقيها كم واخر ما كان جبنا منهم كتب الجامعة الامريكية فجبنا منهم ثلاث كتب وكان على الصراحة لهم تخفيض جميل جدا جدا اخر يوم في المعرة كانوا عاملين تخفيض على اغلب حاجاتهم 70% الاصدارات بتاعاتهم هم اه فكان ده حاجة جميلة فجبنا منهم مجموعة الكتب دي اول واحد هو وزي من بين معنوان اه كتاب تجميعة لأساطير المختلفة والالهة في مصر القديمة اه عندي كزا كتاب تانيين لمصر القديمة بس حسن ده مكسف كده ومجمع لأساطير مهمة فحسن يبقى مرجع لطيفه وصاره كان حلو بعض الدسكاونت اللي هو 70% ويكتاب ده برضو كان صار حلو جدا بعض الدسكاونت يعني افتكر ده كان تقيمة بخمسين جنيه الكتاب ده اه بعد الدسكاونت ففي كان ده ايجيبت اه كأنه بياخدنا في جولة في مصر ايام اه وقت الفراعنة فكأنها جولة في الحياة وقت الفراعنة كانت عاملة ازاي فكان نطيف جدا وكتاب التالت والاخير اه كتاب كبير جدا برضو كان صار حلو الصراحة بعد الدسكاونت هو كتاب الضخم ده وبيتكلم عن منارات القاهرة اه فبيتكلم طبعا عن الفن الاسلامي في القاهرة وبالذات المنارات وكده فالنتاج بتاع الكتاب جميل جدا يعني انا هكون بحاول اوريكم الصور من جوة الكتب لكن حاول افتح لكم صورة دلوقتي توريكم شكل الكتاب عاملة ازاي فهو طبعا بيتكلم عن المنارات وكتابة بالشرح وكده فحسا كتاب لطيف جدا بس فدي كل الكتب اللي جدتها من معرض الكتاب اه اه امو ده مكنش نسيت اقولكم على ده الناشر معينة اه الدور الناشر اللي كانت عاملة تخفيد حلو زي ما قلت لكم حسنا تكوين كانوا عاملين تخفيد حلو اه الجمع الامريكية كانوا عاملين تخفيد لطيف جدا اه فانا ما شتريت ما لفتش كتير ما شفتش حاجات تانية كتير بس اعتقد دي الحاجات اللي عجبتني ودي الحاجات اللي كنت مشدودة لها طبعا هستغلنا كومنتاتكم لو في حاجة من الكتب دي اشتريتوها او ارطوها قبل كده او مهتمين ان انا تسمعوني بتكلم عنها في قرب وقت اتمنى اه فيديو اكنا اعجابكم من تسروني في الفيديو جاي باي باي